مبارحة جواني بفجر السوشال ميديا بخبر على حسبه بالإنستجرام لما نزل هذا الفيديو واللي كان كاتف فيه ألف مبروك طبعا بعرف أنه الموضوع كان مفاجئ ورح نطلع بفيديو أنا ومريم ونحكي كل شي صار تمنوا لنا الخير وربي يسعدكم حبايب قلبي ومريم ردت عليه قلبي إن شاء الله ما نفترق عن بعض رح حط لكم المقطع ولكن رح أغير شوي بالموسيقى أدري أن كلكم مستغربين وحتى أنا صراحة من أسبوع تونس زلتوا حلقة أسئلة وكان سؤال على مريم وكان يقول إنه هي مثل أختي وحتى مريم دائما صورها تقول إنه هو مثل ماي برادر اللي هو يعني أخوها فصراحة الرأي بالموضوع إنه هو عبارة عن كذبة يعني من كذبة بيضة أما بالنسبة للملابس اللي كان لابسيها أتوقع إنه كانوا يصورون يعني يمكن فيديو كليب أو سكتش معين ولكن إذا كان الخبر حقيقي فأله يوفقهم يعني أكيد ولازم ننتظر يعني المقطع عمود نعرف الحقيقة الكاملة منهم طبعا مقطع اليوم هو مكان مفروض يكون عن نجواني ولكن الخبر صار مفاجئ فأحبيت إنه نقولكم ياه مقطع اليوم عن فضيحة حامد درويش الملقب بالريدر صراحة تحب أتكلم عن هذا الموضوع عن هذا اليوتيوبر السوري اللي أتوقع أغلبكم ما رح يتشرف به إذا كان الخبر حقيقي اللي هو الخبر أو الفضيحة طلعها مارك الحوش على ريدر اللي هو مكانوا أصحاب ولكن ريدر غدر بمارك راح أشرح لكم القصة من البداية المفاهدة بالبداية اللي ما يعرف من هذولا هم يوتيوبرين اليوتيوبر الأول اللي هو الريدر عنده حوالي 500 ألف مشترك يوتيوبر سوري يقدم محتوى انتقاد ويأفل عن ناس محتوى كثير عجبني صراحة أما مارك الحوش فهو أيضا يوتيوبر سوري عنده 8 ألف مشترك يقدم محتوى انتقاد وبنفس الوقت ردات فعل وأيضا محتوى صراحة كثير يعجبني البداية كانت ما بين هذو اليوتيوبرين علاقة الصداقة بالسوشال ميديا يعني مارك الحوش يسوي ردة فعله على أغنية ريدر وريدر يعلق المارك الحوش وبنفس الوقت يتحدثون على الواتساب يعني وحتى ريدر يذكر اسم مارك الحوش ببقاطعة مثل اللقظة اللي رح حطو لكم ياها طعا شوف هذا ريدر يا زلمة هو مارك الحوش ولكن شن اللي صار عم يتخلاهم ينفصلون المشكلة بدت من ريدر يوم طلع بيوم من الأيام بث بالإنستجرام وصار يتمسخرة ويأفل على مارك الحوش ومع أنه مارك الحوش ما سوى على شيء وكانهم أصدقاء ولكن ما دري صراحة ليش يصوى هذا الإشي فجأة طلع وصار يتمسخرة على صاحبه ويعني يقول أنه محتوى ضعيف ومن هالكلام الغريب ومن هذه النقطة نستنتج أنه ريدر شخص نصاب وغدار ويبيع صاحبه بأي لحظة طبعا مارك الحوش طنش الموضوع رد تقريبا بمقطع صغير مش متذكر وين كان ولكن أنه رد عليه رد خفيف واترك الموضوع وبخلاء هذه الفترة اللي اترك فيها مارك الحوش الموضوع ريدر بقى ينزل ستوريات على مارك الحوش ويعني يتمسخرة عليه ولكن مارك يطنش الموضوع إلى ما أن نزل هذا المقطع بريدر من حوالي خمسة أيام كان يقيم في اليوتيوبر وكان منهم مارك الحوش وبهذا المقطع سوى نفس ريدر انه ما يعرف مارك الحوش رغم انه كل شيء شفنات باتات خبرا شوية إيش ما تعرفه يعني بفوق ما انك كغدار كمان نص صحب يعني شيء كبير فمارك الحوش واضح انه غضب من هذا الشيء وقرر انه يرد وبرفع الرد قبل حوالي ثلاثة أيام وطلع فضيحة كثير قوية على ريدر لححط لكم جزء من مقطع مارك الحوش أما الباقي إذا حابين تكملوه فتقرونوا تروحوا على القناة مارك الحوش وتكملوه وكانت الفضيحة صراحة قوية ولكن فيه أشيء أكثر كمان بجبلة الإثباثة اللي وقت انت تطلب من متابعينك انه يبعتوا لك فيديوهات لحتى تأفل عليهم بتجيب انت بتبعت لك فيديوهات تسألها انت مرتبطة أو لا وبس لك مرتبطة بتلع روح يفكي عن شو روح يفكي عن ربي بتعطيب لك هذا هو هذا هو حامل درويش الأساسي فلا دخليني يجيب لك السكرين شو تطاطع مع الله طبعا القصة ما انتهت إلى هنا مارك الحوش كمل على ريدر ومسخرت مسخر و بنفس الوقت طلع فضايح بالحسابة بالإنستغرام ولكن مرة حقدر حط الفضايح اللي هي كان السكرينات على محادثات لأنه كلام كان كثير بذيء من ريدر وبعدها مارك الحوش نهى القصة بهذا البوست لما نكتب رح انهي القصة من كافة النواحي ونشغل بحالي حتى إشعار أو أحف آخر نحرب مملا وما في منافس وبس والله ها هي كانت الدراما ما اليوم صراحة الدراما غوية و بنفس الوقت غريبة ونصدمنا كثير صراحة من حامل درويش حتى لو أكوى شخاص ممكن يقولون انه هو كان مثلا المحادثات ملفقة أوكي ممكن تتلفق ولكن أول شي في فيديوهات ريكورد ريكورد مستحيل تتلفق بسهولة يعني كثير لأن المحادثات داخل على المحادثة ريكورد وبنفس الاشي كمان انه أساسا غدرت ريدر بمارك الحوش صراحة هي أساسا غلط انه انت مثلا تطلع ببث وصير تتكلم على صاحبك ما ندري صراحة انكتبولي ورأيكم بهذه القصة بالكومنتات وبس لأنه وصلنا هات المقطع مع السلامة